دعم قوي لقوات الأمن الإيرانية من المرشد الأعلى علي خامنئي واتهام لأطراف خارجية بالوقوف في وراء الاحتجاجات خامنئي وفي أول تعقيب منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف سبتمبر الماضي قال إن قوات الأمن واجهت ما وصفه بالإجحاف خلال الاحتجاجات ووصف المرشد الإيراني الاحتجاجات بأنها مخطط لها مسبقا ولم ينظمها إيرانيون عاديون وأن بعض الناس تسببوا في اعدام الأمن في الشوارع واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف الاحتجاجات وقال خامنئي خلال حضوره مراسم تخارج طلاب من الأكاديميات العسكرية في طهران إن أعمال الشغب تم التخطيط لها من قبل واشنطن وإسرائيل وتعاون معهما بعض الإيرانيين في الخارج الذين وصفهم بالخائنين دعم لقوات الأمن استبقه دعم مماثل من الرئيس إبراهيم رئيسي الذي شدد على ضرورة التعامل بحزم مع من يعتدون على أمن البلاد وسلامتها حسب وصفه واندلعت المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي احتجاجا على وفاة الشاب مهسى أميني خلال احتجازها لدى الشرطة وبدأت احتجاجات في محافظة كردستان شمال غربي إيران وسرعان ممتدت إلى بقية المحافظات وسقط خلال المظاهرات عشرات القتل ومئات الجرحة واعتقلت قوات الأمن عددا كبيرة واثارت تعامل قوات الأمن مع المحتجين انتقادات دولية واسعة ودعا الأمين العام للأمام المتحدة أنطونيو جوتاريس السلطات الإيرانية إلى ضبط النفس وذكرت السال إعلام ألمانية أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على طهران بسبب قمع الاحتجاجات وتعد الاحتجاجات الحالية هي الأضخم التي يواجهها النظام الإيراني منذ مظاهرات عام 2019 احتجاجا على ترد الأوضاع الاقتصادية ومظاهرات عام 2009 احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية ماذا انتقادوا؟